هذا وعد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه بحفظ الله ورعاية هذا اليوم إلى أرض الوطن قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة خاصة ولدى عودة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه استقبل جلالته هذا اليوم السيد محمد بن سالم من كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والسيد أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام جائزة محمد بن راشد للتسامح بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر ميثاق العمل الوطني آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام والذي يعقد تحت رعاية سامية من جلالة الملك المفدأ وينظمه مجلس النواب بالتعاون مع المعحد الدولي للسلام والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني ورحب صاحب الجلالة رعاه الله بالسيدين العامري والظاهري منوها بمشاركتهما في هذا المؤتمر الوهام والتي تعكس عمق الروابط الأخوية المشتركة وما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في كافة الميادين وأكد عهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاء اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والحرص المتبادل على توثيقها ونمائها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدأ بالإنجازات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في ظل ميثاق العمل الوطني والذي شكل نقلة نوعية في تاريخ البحرين وأرسى قواعد الدولة العصرية الحديثة وتحديث النظم والقوانين والمؤسسات الدستورية منوها جلالته كذلك من مكاسم المتعددة التي حققتها المسيرة البرلمانية والتشريعية في المملكة من أجل تقدم ورقي البحرين ورخاء شعبها كما أعرب جلالة الملك المفدأ عن تقديره واعتزازه بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وليا عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجهودهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفاع عن القضايا والمصالح العربية والإسلامية وخدمة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة حضر اللقاء السيد ياسر عبدالله النقبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين